بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سأتحدث عن سيكي دو يو في الحقيقة عندما أساد زيتي و زميلي في الخصم شرفوني أن أقول هذا فنحن نتحدث في التريتشار عن كلمة يو هي شبه رسمية لكن هو فعلا لغاية دلوقتي هذا كان السؤال الذي سألته نفسي وأنا أدور في التريتشار لذلك فقط اختارنا هذا الاسم هناك قوت مشهور وهو ونفرشاني لأنه في السؤالي بنا أن ويحتاج بجلسة ويحتاج بجلسة لن أطول في الانتروضاكشن لأن الدكتورة نيفين الحمد لله قال جزء كبير منها حوالي أكثر من ثمانمائة مليون موجودين موجودين وأن الناس حوالي ستة إلى تسعة مليون يحتاجون حوالي ستة إلى تسعة مليون سيرابي وتفرزا لكن لا يمكنهم التحصل على هذه المنوع وأن في مصر حوالي تم برسنت من البوبيوليشن عندهم سيكي دي هذا ملتبول ستتعملت يعني حوالي 10 مليون موجودين موجودين ستتعملت عن سيكي دي وأن معظمهم يدعي من كاردو باسكولر وأن كاردو باسكولر أيضا أكثر من الناس الطبيعيين مثل الإنفكشن والمالجناس الوحوالي عملت في سنة 2019 عن الطب كوز ورد ووائد في الهي انكم واللو انكم كان يتروح ما بين الثامن أو العاشر كوز كوز وفي مصر بعض إحصائيات قالت أن هو تقريبا السابع كوز أو سادس كوز 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 لذا أول عمل كوز أو لتحكي المصر كوز السابع الثاني لنا لنحن لتحكي أو على الأقل تحكي المصر لكن هل هذا عمل أجل؟ أعتقد أن ليس عمل لأن هناك مختلفات أو المصر من العالم العالم يعني في ديابيتس في ميدل إيست أشهر في اليابان في ديابيتس و ديابيتس يجب الحاجات آخر المصر سعيد كما تعلمون أن في ديابيتس يأتي في رأسهم والنسبة السابع في مصر تعتقد أحصائية تقول أنه هو الرقم الثلاثة أو أربعة. بعد الهيبرتنشن أبستركت في يوروبا سي نحن نحن نضع بك كالأورلد الثاني. كانت الدكتورة فاتينة عملت كثيراً على هذه الأبويلر كوزيس في الـ Children. كان الأبستركت في يوروبا سي نمرة واحد والأبويلر كوزيس نمرة اثنين. في أفريقيا من استعاملت بس أشهرهم في استعاملت على كذا دولة بتقول أن الـ Unown causes حوالي 12% في مصر وفي موروكو والسينجال من 31% إلى 34% دكتور رشاد برسوم كان عمل حاجة فلسفية في الـ 50 years of dialysis in Africa. تتكلم فيها عن الـ CKD والإنديستيجنال ديزيز والمانجمينة بتاعهم. وهو طلع بالكوت، أيضاً الدكتور رنيبين قال الجزء منهم بادح أن معظم الدراسات لا ترصد أيضاً في أفريقيا وحوالي 15% من 47% هم التي تحترم بها قليلاً وأن التارجت المفروض ليس لأننا نبحث عن الـ Dialysis السيرابي وأننا سنقوم بعمل units كما رأينا بادح. لكن التارجت أن نحن تسكيرين لـ CKD and prevent from the start. حسناً، حسناً في إيجيبت، كثيراً 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 كثيراً. عدل عفيفي ربنا نعطي له الصحة، ما عمل في سنة 96، الفيرست أنوال ريبرت أوف إيجيبشن سوسيتي وفنفرولوجي، ولقى أن الكوزس هايبرتينشن، كورونيجولوميولوفرايتيس أو بيولوفرايتيس، والأنومكوز نمرة أربعة. تتعاملت في محافظات كثيرة، كل محافظة لوحدها، لكن معظمها معمولة على الـ End-Statial Disease كاكوز أوف، منها المينيا والمينوفية والسيوت والشرائية والأسوان والبحيرة والاسكندرية، وفي حاجات أكثر من ذلك، لكن معظمها أجمع أنه الـ End-Cose يتراوح بين 14% و 27% هذه تستطيع إتعاملت د. زغلول، أستاذنا، عملها في 2004، مع الجامعة السكندرية، على الـ Causes of CKD، وجد أن الـ Obstractive Virobacy عمل 22% وكان الـ First Cause of CKD، وأن الـ Unknown Causes كان 18% بعدها يأتي الـ Diabetes والHypertension والبيل وفرايتس حسنًا، ماهي الـ CKDU؟ نحن نتكلم عنه، هو شيء ليس ترديشنال، يعني لا نتحدث عن شيء معروف فيها، يعني أي حاجة لـ CKD لا يوجد الـ Hypertension وليس الـ Diabetes ولا يوجد الـ Cardiovascular Event، ولا يوجد الـ Old Age فهي تستطيع أن أقول له إذا كان يعمل بيوبسي، وأن الـ Bortality والـ Morbidity دائماً يأتي في الـ Young Adult Males، وغالباً يأتي في جوبيسي، ويأتي فيها هارد وورك، مثل الـ Agricultural والـ Workers ويأتي دائماً في مناطق معينة، وعندما نرى الـ Literature في الـ Studies التي تعملت عنها، يقولون عليها CKD Hot Spots يعني دائماً مكان معين في العالم، وهو الذي يوجده أكثر ويأتي دائماً في الـ CKDU، أو الإكسبرشاة مع الـ CKDU، كما سنقول وهو أول ما ظهر في الـ Meseo American Area، وكان مناطق مثل مكسيكا، جواتيمالا، وسيلبادورا، طيب، في الـ Literature، سنجد أنه كذلك سينو نايمز، أو كذلك، نيم أو إكسبرشاة عن الـ CKDU، يجب أن تجد الـ Meseo American Nephroposy، حسب المكان الذي بدأت في الـ Study، أو سيري لانكاً نفروباسي، أجريكالشاة نفروباسي، أو هيتستريس نفروباسي، وهو الأضاق بالنسبة لي عندما رأيته، وهو الأشمل قليلاً يتحدث في جروب معينة، دائماً يبقى الميل أكثر من الميل، بالنسبة لأكثر من تغياتها الواحد، ودايماً في الـ Middle Agent، أنه هو الناس الذين يمكن أن يعمل، يكون في الـ Aging من 20 إلى 50، وفي الـ Hard Worker، مثل الـ Farmer's، والـ Farmer's في الـ Hot areas، مثل الشجر كين، الناس الذين تزرع قصب السكر، في المكسيك، في البرازيل، في الأماكن الـ Hot ويت كلايمت، أو الكوتون والرائس، والناس الذين يعملون في فيشينج فيلز، أو في المناجم، أو في الأشياء تحت الـ Construction والـ Break workers، والناس الذين يعمل بيفينج للطرق، والناس الذين يعمل في الصحاري، تعمل ترس في طرق، والذين يتجمع فيهم، فقط أنهم دائماً مع حاجات environmental مع حاجات occupational، يعني مربوطة مع معينة، وفي بيئة معينة، والذين يتحكم فيهم أنهم هارد ووركرز، ولو سوشيو اوكنوميك، فهم الـ Poverty أيضاً معهم، أنهم معرضون دائماً الناس الذين يعملون لـ Heat Stress، لا يبقى أن يقعد في تكيف، أو مش اندور، دائماً يبقوا في Heat Stress، ويتعرضوا الـ Volume Dibulation، ويزرعوا في Agrochemical Exposure أو بيستيسايد، حاجات تكون نيفروتوكسيك مع Infection، إذا كان معها، يضاف لها إذا كان حاجات جينيتيك أو سوشيو اوكنوميك أول ما تكلموا عن هذا الموضوع، هم ربطوا دائماً أنه مربوط بالـ Agrochemicals، أو بيستيسايد، أو حاجات نيفروتوكسيك والهيبي متلز، كانت أكثر شيئاً بلامد في الأول، مثل الـ Lead والكادميام والأرسينيك لكن هذه الثيورية أصبحت أضعف قليلاً لأن هناك ناس في نفس الأماكن لا يعملون نفس الـ Occupation ويتعرضوا للـ Agrochemicals والبستيسايد، وقال لهم أيضاً CKDU، في بعض الأخرى أيضاً، عندما وجدوا أن الـ Sugarcane أكثر من الناس يقطعون قصب السكر في الأماكن الميزو أمريكاً ليس كلهم من نفس الزبط، لا، الناس الذين تقومون بـ Sugarcane cutters في أماكن قليلاً قليلاً على قليلاً قليلاً، في أماكن قليلاً قليلاً لأن الأقل من الحدوث لـ CKDU يتعرضوا الموضوع مربوط بالـ Heat أكثر من نوع الشغلانة أكثر كباس وفيسيولوجيك ريجين، هو ريزون فور الـ CKDU أو الـ Rapid Progression to end the stage general disease لماذا الجروب دائماً فيها هذا الكلام؟ هو كومبليكس، يعني هو إنتر بلاي بين شيئاً كثيراً نحن أي شخص يعرض للـ Heat Stress Extremes سيحدث له Dehydration فسيحدث سيفير بريرينال Dehydration يدخل فيه Acute Kidney Injury عندما تبقى Recurrent Episodes تبقى كذا أتاك وربعة أو تتكلم الـ Red Myelousis مع الـ Hard Work الذي يعملونه المسكولار عندما يقل الـ Blood Breach يقل الـ Red Flood يقل الـ Activeation للـ Rast System أيضاً مع The chronic vasobristin secretion and the activation of blood fractokinease وما سنرى أيضاً في المؤكس بـ Hydration سيتزوّد serum osmolality وهذا بالتالي يزود فازوبريسين سيكريشن، والفازوبريسين سيكريشن هو الشيطان كل الأشياء التي تؤدي الهايبرتنشن والسيكي دي عندما نرى الفاسوفيسيولوجيا في أي شيء هناك نانقذ موتككوزيس أو استيميلياتر للفازوبريسين مثل الفراكتوز نفسه الفراكتوز من الأشياء التي تأكريفيت أو تزود الفازوبريسين سيكريشن يعني لو بيشنت أو بلاش بكوركر وسيفير دهيدريشن وعوضنا له بدل ما يتعوض بمية وحاجات إلكتورلايد يتعوض بحاجات فيها فراكتوز زي كل الحاجات التي نشربها اللي هي البيبسي والكوكا والكلام كل الحاجات دي المواد الصناعية دي يتبقى فيها حاجات فراكتوز طبعاً يتحللها بالفراكتوز فده يزود السيكريشن عن طريق اللي هو ال V1A ريسيبتول وV2 ريسيبتول ويؤدي إلى أكسسترس وإنكريز البلازما كورتيزون وهايبرتنش كل هذا يؤدي برده إلى سيستيميك انفلاميشن وإنكريز رينال أندكاردياك دامج هذا بصوي، هناك بصوي آخر يتعامل عن طريق السيروم جلوكو كورتيكويد انديوسابل كينيز هذا أيضاً يتأثر بالفازو بريسين ويؤدي إلى نفس النتيجة عندما عملوا أبحاث على هذا الكلام، قالوا لو أفن البصوي وهو الفازو بريسين على الريسيبتور V1A وV12 عن طريق اللي هي طلعة كثيراً اليوم سيعكس الحكاية، سيقلل الكومبليكيشن التي تحدث من الفازو بريسين يقلل البلازما كورتيزون ويقلل السيستيميك انفلاميشن والرينال انديكاردك دامج وهذا بدأ يتأخذ الفابتان ويكون هناك الفابتان هذه الأشياء يتأخذ في شيئاً مثل هايبوناتريميا وكريمات الانفيوشن هايبرتونيك صلاين أو فوركتوز أو مانيتول كل ذلك يزودوا الإكسيكريشن أو الإكسيكريشن الفازو بريسين لكن الهايبرتونيك جلوكوز يزود الإسجراليتي ولكن يقلل الفازو بريسين فالشياء التي تحتويها مثل ما قلنا الحاجات التي تحتويها حاجات الفراكتوز الصناعية مثل الكوكا وكريمين وهذه الـ التي تحتوي على الفراكتوز أو الكورن سيرم وهذه طبيعة شرب أو طبيعة الناس في الأماكن التي هي في أمريكا الجنوبية أيضا يزود الإسجراليتي والأوبيسي ويحتوي على نفرو توكسي أيضا ويحتوي على كدني وانستادي اتعاملت أن الناس الذين يعملون في الستيل ووركرز وجدوا أن التمبريتشير عندما تقلل 45 هذا أيضا يبقى أكثر تسعة مرات عرضة أنه يبقى كدني ستونز ويحتوي على الأماكن ويحتوي على الأماكن أيضا في الناس الذين يعملون في الجلس والبلانت مثل في إيطاليا الذين يعملون مورانو الذين يعملون في الكريستل ويحتوي على الأماكن الذين يجبون أن تقللوا الذين يعملون في الأماكن 8.5% ويحتوي على الناس الذين يعملون في الأماكن حوالي كانوا يتكلمون عن أن هذا سيغير الخريطة العالم سواء في الفيضانات وفي الجفاف من أماكن لأماكن ويزود درجة حرارة الكرة الأرضية عامتها وحتى تظهروا بكذا منها أن درجة حرارة الكرة الأرضية ارتفعت حوالي 1 سنتجريد وأن متوقع خلال سنتجريد على آخره سترتفع درجة حرارة الأرض من ثلاثة لأربعة درجات هذا أيضا يزود الأشياء التي تحدث لفيضانات أو مجاعات ومجاعات وهذا يزود البردن على الحياة التي تزود البردن ومجاعات أيضا في الصين الناس كلما ترتفع درجة الحرارة قليلا يزيد فكل درجة واحدة تزود من أربعة ونصف المئة في المستشفى وهذا أيضا من الشرم الشيخ أن يعوض الناس من أضرار لعملاتها الدول الصناعية التي رفعت حرارة الأرض هناك أيضا يقول أن التوكسين هو في الوضع الذي نحن فيه أيضا يحترم ولكن ليس لوحده يجب أن يكون هناك ويجب ويجب نفسه ويأخذ ويأخذ لا يأخذ فيها كل هذا يؤدي مع بالتوكسيك أجرو كيميكال أو الذي يأخذها عن طريق أو كل هذا يؤدي في النهاية إلى كورونيك ويأخذ ويأخذ العملات على الأرسينيك والكادميا والليد ويأخذ هذا ويأخذ أن العملات في الحياة وفي الحياة ويأخذ في نهاية هذه الأرسينيك والكادميا نفسهم في بعض الحياة ويأخذ بعض الحياة في سيرلانكا لا يوجد إثناء أن الأرسينيك والكادميا في الحياة ويأخذ المنصور وهذه موجودة لكن ليس هذا في مصر أي في المنصور عملتها على 68 و 25 في الفميل ليس عالة يسألهم الأكادميا والميركري والدرين والهير والمعا ويأخذهم ثلاث مجموعات الخاصة والنصور والأمالجام والنصور والنصور والشخاص والنصور والحياة والحياة والعيام والمعا طبعاً أكثر في الليد مثل الفيميل وفي الكاد ميام والليد لكي تصموكر أكثر بالنسبة للميركري، طبعاً الناس الذين يعملون أمالجم أو حشين سنان، فهو يببون أكثر من الناس العادين وقالوا في هذه الدراسة أيضاً أن مصر من الدول الليد أعلى فيها من الدول أخرى في الدراسة أيضاً تعاملت سنة 2004، دكتور زغلول كانت عملها أيضاً في الكولابوريشن والألكسندريان الوريستي عن الـ total arsenic in blood. كان مقسم منها بين محافظتين البحيرة وضمانهور واسكندرية ومقسمها rural and urban areas، وجدوا أنه ليس كثيراً بشكل كثيراً عندما تقرير الـ total blood arsenic with age and six in condition to control فلا تجدوا شيئاً عن الناس الذين هم in the stage أو CKD بين الناس الـ control رينال بيوبسي يعني بتقول برضو نفس الكلام أنه اللي هم عملوا في السلبادور والسريرانكا الناس الذين هم CKD أنه لا يوجد شيئاً كثيراً 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 لا يوجد شيئاً خمسة شر منهم الـ biopsy global sclerosis، فنحن لم نستفدنا منهم، وخمسة منهم كانوا chronic tubular intercession nephritis، وثلاثة يعني surprisingly كانوا systemic lovus، وحالة واحدة، طلعت كالسنت in glomerular nephritis The last theory The theory of genetics The theory of genetics عندما وجدوا أماكن معينة أكثر من الأماكن الأخرى، وبيئات معينة، فأكيد أن الجينز فيها لها دور، وهذا كان في البالكان nephritis مثل ما قرأنا في الـ literature والـ Chinese nephritis لكنهم بعد ما اكتشفوا الـ apple L1 gene في الـ african americans وجدوا نفس الجين موجود في الناس الذين هم الـ african في الـ western africa في الـ western africa، وجدوا الناس الذين لديهم هذا الجين يجب أن يحميهم من التريبينوسومة، وهو السليبينيج سيكنس لكن الناس الذين يظهرون أنهم يظهرون في الـ end stage مثل أكثر من الناس الآخرين ويظهرون فيهم الـ CKD ويظهرون أعلى من الـ white patients يؤثر أيضاً على البودوسايد والتيبولار سيلز والفاسكولار وهذا يجعل الناس الذين كانوا أفريكان يقولون أنهم يجعلهم نفروباسي أكثر من الناس الآخرين عندما اكتشفوا هذا الجين، هو عمل نفروباسي قليلاً للـ concept وفي الدم الليتريتشر، وهو البالكان يجب أن يكون أكثر من الناس الذين هم الريستيولوكوليك أسد نفروباسي وفي الناس الآخرين يستخدمونه كأشياء هربل سيبليمنت نحن للموضوع نحن نفروباسي كيف سنقوم بعمل؟ نفروباسي نفروباسي أن نرى الناس الذين هم أكثر هاي ريسك ونقوم بهم نفروباسي الهيط 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 أو لو نستطيع نقلل النفروتوكسيك أو نفروباسي للناس الهيط يتعرضوا لأماكن فيها شغل في أماكن مكشوفة نحن نقلل السونيك سوبوجر ونفروفينج الهيدريشان والسيف ووتر الإلكترو والإيس إن تبنت الحكاية ديت وعملت حاجة اسمها الإيس إن أبزورباتوري أوفسيكي دي يو موجود برضو على النت يعني لو حد حد يتابعه وتبنوا نفس الأفكار وهم كله ينصح أنه لما هم لقوا الموضوع أكثر في الناس اللي هي هارد ووركرز ومجبرين على الشغل في وقت معين فالناس اللي هي زي العمال باليومية كده هو ده بيبقى أكثر عرضة لأنه يتعرض للسيكي دي يو لأنه هو مجبر أن يخلص شغله في وقت معين عشان الأجر بتاعه فكان فيه برضو كذا نون بروفيت أرجنيزيشن منهم الحاجات في السينتر الأمريكا في الشوجر سيكتور لقوا الناس اللي هم أكثر عرضة للكلام ده اللي هم برضو الأجر باليومية وأيضا ان الشركات نفسها اللي بتشغلهم بتوفر لهم بين كيلر نونسترويدل عشان يقدر يعمل هو همه بس أنه يخلص شغله وليس همه صحته فهي تضيليه كمان نونسترويد والذي يأكد الكلام ده أن كان فيه دراسة عملت في كاليفورنيا على الناس اللي هم أيضا ومعظمهم ميكس كان ليس أمريكا كمان نونسترويدل السامل كان فيها 300 عامل وكانوا يعملون لهم شيئا بري شفت و بوست شفت فقبل أن يذهب الشغله الصبح يأخذ منه داتك و الشرير عادية ويعمل له ويت وبي ام اي سهول ويعمل بلد بري شر والبلد سامبل الكرياتينيين وفي آخر اليوم يرجع له ثاني فلاقوا أن الداتة اللي طلعت من 300 عامل لقوا 35 جالهم اي كي اي ومنهم 31 في السيج 1 و4 في السيج 4 وأناظر استودي اتعامل في 2015 على 187 شغر كين ووركرز الهيدريشن كان معهم أعلى فلاقوا أن وزنهم بيقل في الشفت الواحد حوالي 2.6 كيلو جرام في الشفت ولقوا عندما أزلهم الكرياتيني الكرياتيني رفع في الشفت الواحد حوالي 3 من 10 وهذا سيجنيفكنت ثانية بعدها اتعاملت عندما قالوا فعلمتين و 16 ووركر يعني نصحوا أنهم يشربوا في خلال الشفت عشرة لتر مية متقطعة على طول اليوم مع المحلول الذي كان لدينا معالجة الجثاف لكي يعوض الكرياتيني وجدوا أن قل هذا القل جدا وأن السيرم كرياتيني لا يتعدى 1 من 10 يعني فيه أيضا شيء آخر يتعاملت أنهم يوفروا لهم تحفظهم 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 من الشمس وزودوا البريكس لأن الأشياء البسيطة تقللت الـ من 5 و 3 من 10 إلى 3 من 10 رغم أنها ليس شيء آخر فقط يتقل فالـ تحفظ أن الناس الذين يقوموا أن يشرب 250 ملي كب أو كب أو شيء فسيولوجي كل 20 منت وأن هناك شيء يسمى الويت برولب جلوبال تمبيريتشر وجدوا أن هذا الويت برولب يعني عندما يقص تمبيريتشر يتزاود مع الهوميديتي والاير يقال لو 26 وصلت 26 يتعادل حوالي 35 أو 33 يجب أن يأخذ 15 منت راحة كل ساعة وإذا وصلت إلى 35 يجب أن يأخذ 45 كل ساعة يعني آخر شيء بعد هذا كله أول ماذا 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 لا لا لتأكد أخذ ماذا 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 تحدث من أجنس ويوم ماذا 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 يمكن أن تكون الإطلاقات على إطلاق العثور والفضول في م fuck with a disease و الإطلاق المواد الأعلى سترس الاسم يمكن أن تكون كدس الوريب الاجتماعي على الكثير من قبيل 흥رارة وكذلك قبيل ليس الوريب الاجتماعي مع العثور مع التوكسين، مع النسطر والجينتكس وقفة أفضل القصة في المحتمال الأنفاء المحتوي لتنمي المساعدة باستخدام النفاق مع المحضورة ويضاعد المحضورة ومع المحضورة نعرفهم بأنه يراكس المساعدة النفاق والحصول على المقابلات عن المحضورة ويضاعد المنتعمة العملية هناك إجابة تحتاج الى تحديثة الناس للحسنة للتحديث من التحديثة المجموعة التي تقدمون للحفظة السنوية وي تستطيع تجربة تحديثات الناسة والتحديث الناس من المجتمع الدنياية للحصول على التحديثات ليس في المطلوب الناس هو مجرد الآن مع سؤال المهنة في هذه المقابلة من إثيولوجيا والعكسر و شكراً لكم